ونختم النشر بهذا الخبر الرياضي حيث اعتمد يوم أمس أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية الشادية لكرة القدم استراتيجية جديدة لتقوية البطولة الوطنية لكرة القدم ومن المقرر أن تنطلق البطولة في شهر مايو القادم حول هذا عد زميل محمد خميس مهدي الورغة التالية بعد تفكير عميق لتنظيم البطولة الوطنية لكرة القدم دورة 2017 توصلت الفيدرالية الشادية لكرة القدم لاعتماد استراتيجية جديدة استغرر غيام البطولة من مرحلتين بحيث أن المرحلة الأولى يتم فيها تقسيم الفرق لثلاث مناطق وفرق المنطقة الأولى نجد أندية العاصمة وهي رانيساس وآسكو تونكاد وإليك سبور وقازيل وتربيون وفولا إديفيس وفي المنطقة الثانية يتنافز فيها أندية سار كومرة دوبا مندو بالا بنغور أما المنطقة الثالثة هناك أندية مصرو آتية بيلتين منغو سلامات أبشي وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فقد سميت باسم بطولة الروابط بحيث يتم اختيار ثلاث أفضل أندية من كل منطقة بالإضافة للأندية الأربع الأوائل في أمجمينة وهذه الاستراتيجية تسمح للفيدرالية الشادية لكرة القدم معرفة الفريغة الذي سيتوج بطلا للدور العام الشادي وفي دفتر المهام والذي أدرج فيه العديد من الضوابط والشروط سيتم منحها لمسؤولي الأندية الرياضية للتغييد بها وخاصة شروط المشاركة في البطولة هذا ومما لا شك فيه فإن انطلاقة المرحلة الأولى للبطولة الوطنية لكرة القدم والذي حدد له بداية شهر مايو القادم ستعطي ضفع قوية لعادة أمجاد كرة القدم الشادية بهذا الخبر الرياضي سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكركم لكرم المتابعة وطيب الانتباه إلى اللقاء